اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع السلطات المحلية فعلا لقد تم الاتصال من طرف الاخت هاجر الكحلي مديرة مؤسسة التعليم السياق المتواجدة هنا بجماعة سيد موسى بن علي تشتكي من مصلحة صحيح الامضاءات انها لا تريد التأشير على العقود بينها ومترشحين في المجلس الجماعي والحضور هنا اولا لدعم الأخت وكذلك للاتصال برئيس المجلس البلدي لمعرفة الرد كيفه علما ان المصلحة الهدى الغاية وهو تصحيح وتصحيح الامضاء ديال المترشح بعد الاطلاع على الوثيقة التي لا تعنيها هي في شيء بينما تعني البطاقة التعريف الوطني دياله وتصحيح ديال الامضاء دياله لا غير غير ان هذه المصلحة على ما علمنا من الأخت انها ترفض المترشحين اللي يجيون من هذه المؤسسة ما هي اهمية على الوثيقة هذه الاهمية ديالها هي اولا صادرة في الجريدة الرسمية هو عقد ما بين مؤسسة التعليم السياقة والمترشح واللي كيحمل المعلومات ديال المترشح والمعلومات ديال المؤسسة وكذلك واحد الرقم للويب اللي كيخرج من نظام المعلوماتي ديال الوزارة الوصية وهذا الوثيقة الى ما كانت موقعة ومؤشر عليها في ظرف عشر ايام الاولى انها لا انه لا يقبل الملف ديال المرشح يوم اجتياز امتحار رقصة السياقة سيليس واش عمر الهيئة ديالكم من الصادفات بحل المشكل اللي واقع لدى السيدة هاشار في الحقيقة هذا المشكل على ما اعتقد اول مرة كانت صادفوه واحد الجهة كالطالب صاحبة المؤسسة بالرخصة ديالها بالاعتبار انها جهة غير مخولة بذلك الجهة المخولة الوحيدة هي النارصة الوكال الوطني السلامة الطرقية اللي تابع الوزارة النقل الاخت حد الان كانت تتشتغل بواحد طريقة سيابية بطريقة تلقائية فاذا بها تفاجأ انها في الفترة الاخيرة ولا تتعطر المصالح ديالها الادارية من خلال انها تتلقى الصعوبة او المرشحين تتلقى الصعوبة في تصحيح الانضاءة ديالهم لأسباب واهية مختلقة من طرف الموضف بتلك الجامعة وهذا المسألة التراث عليها سلبيا التراث على السومعة ديالها التراث كذلك على هاد المرشحين هادو اللي فعلا ما فهموش علاش هاد السبب ديال الرفض مع اعتبار ان السبب اللي تقاليها هو ان المؤسسة غير قانونية هاد سبب واهي عضر اقبح من دنب ما يمكن لوش يصدر من موضف اللي ماشي من حقه اصلا يصرح متل هاد هاد الاسباب و هاد التصريحات هذي اشتركوا في القناة